التعليم في الوطن العربي وخاصة في المرحلة الابتدائية التي تمثل السنوات التكوينية للطفيل إذ تبنى فيه شخصيته ويتحدد فيها مستقبله تعاني هذه المرحلة مشكلات لها أثرها الكبير في انتشار الأمية التي بلغت نحو 58 مليون أمي بين عامي 2008 و2015 بحسب المرصد العربي للتربية يمثل الحصول على تعليم أساس جيد مرتكزاً لتحسين الحياة وتحقيق التنمية المستدامة إلا أن أزمة التعليم المزمنة في العالم العربي جعلت نصف الطلاب العرب لا يتلقون أساسيات التعليم في مدارسهم التي تعاني نقص التمويل أصلاً ومن حجم الصفوف المقتضة والمناهج غير الملائمة فضلاً عن نقص التقنية الحديثة أو انعدامها والوضع السيء لبناء المدارس ونظافتها وفقاً لتقرير اليونسكو في عام 2014 التحديات الأكثر وهمية في مجال التعليم لا تقتصر على النواحي الكمية كالإنفاق على التعليم وإنما في تردي نوعية التعليم المتاحة وهناك أمور أخرى تؤثر تأثيراً حيوياً في تحديد نوعية التعليم لعل من أهمها سياسات التعليم ووضع المعلمين ومناهج التعليم وأساليبه فضلاً عن الوضع السياسي والأزمات المستمرة البنك الدولي ومنذ سنوات حذر من تخلف مستوى التعليم في العالم العربي وأنه بحاجة إلى إصلاحات عاجلة فقد خصصت الدول العربية خمسة في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي وعشرين في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم في الأربعين السنة الماضية التعليم في الوطن العربي بحاجة إلى دراسة مستفيضة لمعرفة الخلل الكامن فيه وأن مشكلات التعليم هي في الواقع منظومة معقدة ومتشابكة من المشكلات التي يعاني منها عالمنا العربي في المجالات كافة فلازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تؤدي دوراً أساساً فيها ولا يمكن حلها إذا لم نبدأ بالمصارحة الشفافة عن أوضاعنا الحقيقية ومحاولة وضع خريطة طريق صالحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإيجاد جيل يعرف كيف يفكر وكيف يفهم شؤونه الحياتية وكيف يتعامل معها وليس كيف يحفظ ويتذكر وينقل المعلومات